مع استمرار فرز أصوات الناخبين الأمريكيين ودنو السباق الانتخابي من نهايته تظهر الأرقام اقتراب المرشح الديمقراطي جو بايدن من امتلاك مفاتيح البيت الأبيض وذلك نتيجة تقدمه في ولايات بنسلفينيا وجورجيا ونيفادا ليكون الأقرب إلى حسم صراع المائتين والسبعين صوتاً من المجمع الانتخابي لا يزال شعورنا جيداً جداً حول الأوضاع الحالية لا نملك أدنى شك في أنه مع انتهاءة عداد الأصوات سوف يعلن فوزنا السيناتورة هاريس وأنا فبعد فرز 98% من إجمالي الأصوات في بنسلفينيا تقدم بايدن على ترامب بنحو 9000 صوت في هذه الولاية الحاسمة التي تمتلك 20 صوتاً في المجمع الانتخابي فحصل على 49.5% من الأصوات بحسب مركز أدسن للأبحاث فيما حصل ترامب على 49.4% وفي ولاية جورجيا التي تمتلك 16 صوتاً في المجمع الانتخابي أظهرت الأرقام تقدم بايدن على ترامب بـ 1096 صوتاً في حين حصل بايدن على 49.8% من الأصوات في مقابل 48.8% لترامب وذلك بعد فرز 92% من هذه الولاية حكومة ولاية جورجيا توقعت إعادة عملية فرز الأصوات وقال مدير الهيئة الانتخابية إن المرشح الديمقراطي جو بايدن يتقدم على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ 1579 صوتاً في ولاية جورجيا وإن هناك 4169 صوتاً متبقية للفرز موضحاً أن قانون الولاية ينص على إعادة الفرز في حال لم يتجاوز الفرق بين المرشحين 1% وأمام هذه الأرقام هاجم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مقاطعة فيلادلفيا في ولاية بنسلفانيا وقال في تغريدة إن لمقاطعة فيلادلفيا تاريخاً فاسداً في نزاهة الانتخابات وفي تغريدة ثانية قال إن الرئاسة باتت أكثر أهمية من هجوم الديمقراطيين اليسريين المتطرفين على مجلس الشيوخ الجمهوري فيما رأت حملة ترامب في بيان لها أن التوقعات بفوز بايدن زائفة وأن الانتخابات لم تنتهي بعد رغم التدخل الذي لم يسبق له مثيل في الانتخابات من قبل وسائل الإعلام الرئيسية وعالم الأعمال وعمال لقة التكنولوجيا فقد فزنا وبأرقام تاريخية والاستطلاعات كانت خاطئة عمداً النظام الانتخابي الأمريكي فاسد ومتواطئ مع الديمقراطيين والتصويت بالبريد كارثة دمرت الانتخابات ولن نسمح للفساد بسرقة الانتخابات الرئيسة الديمقراطية لمجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي وصفت بايدن بأنه رئيس منتخب للولايات المتحدة وقالت إنه يتمتع بتفويد قوي ليحكم معتبرة أن ترامب سيحاول تدمير نزاهة هذه الانتخابات وصقيتها بحسب وصفها ماذا سيحاول ترامب فعله سيكون مؤذياً بهذه البلاد خلال هذا الأسبوع لن تمكن من التكلم على ناناً ولكن كان لدينا توقعات بأن إدارة ترامب ستضع قوانون جديدة ستطلب فيها من الكثير من الإدارات الأمريكية أو من المثالات الأمريكية أن تخفف من تقديم المساعدة في رعاية الصحية ونقلت وكالة رويترز عن مركز إديسون للأبحاث توقعه بفوز بايدن في ولاية ويسكنسون الحاسمة واعتباره أن الهامش الذي يتقدم به بايدن في ويسكنسون لم يسبق أن انقلب في إعادة الأحصاء